تدريب حي، معرض للأسلحة، أو حقل للتجارب، سمها ما شئت، لكن الحقيقة ستبقى واضحة وضوح أصوات الطائرات وانفجارات القذائف الروسية على الأراضي السورية. المقاتلة سو سبعة وخمسون هي أحدث استعراضات القوى الذي تقوم به موسكو بعد بثها للقطات تظهر العمليات القتالية التي تنفذها المقاتلة في سماء سوريا. ووصف بيان الوزارة الطائرة التي تعد من مقاتلات الجيل الخامس بالواعدة. مؤكداً اجتياز أنظمتها للاختبارات التقنية وظروف درجات الحرارة المرتفعة والتضاريس المعقدة. سو سبعة وخمسون ليست أول المجتازين لاختبارات الدفاع الروسي المنعقدة بالأراضي السورية، حيث كشف من قبل نائب وزير الدفاع عن أن خبراء الصناعة الحربية تواجدوا دائماً في سوريا، وقاموا بتحديد العيوب وإدخال تعديلات على الأسلحة فور اكتشاف أي أعطال. الانسيابية التي تسير بها هذه التجارب تأتي بعد اتفاقية بين موسكو ونظام الأسد على جعل ترتوس قاعدة بحرية روسية، كما تتيح نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا التي لا تتمتع بأي سيادة عليها. العالم يعرف الآن أسماء كل أسلحتنا بعد عملياتنا في سوريا. اعتراف جاء على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتؤكده الإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة الروسية، وآخرها منظومة صواريخ S-400، وفق بيانات الشركات الروسية لتصدير الأسلحة. ما يبرهن على أن سوريا تحولت إلى معرض حربي تستعرض فيه موسكو إنتاجها، ويراه الزائرون من خلف الشاشات بعيداً عن واقع تملأه الدماء والدمار. منا مصطفى العربية.